موسيقى الحيا يا بيت يا شوشو تعلي بسرعة عارس الجيء اهو فيه؟ ام عادت شيف عامل زي بتاعت الوزراء عارسك اهو؟ مازموش عريسك لسه بدل في كشف حقيقة وكشف تبي مش يمكن يطلع عنده اتصاق في الفقدين ليه بس كده يا ماما من اولها؟ اولها ايه واخيرها ايه؟ لحيطي تتعلقي بيه؟ لفسه بدل قوي شكله في الناس ده بقى حرص كتير قوي ايه ده ايه ده ايه ايه؟ ايها جاية مامتو دي ويني ايه ده ليه جاية تعطف ولا جاية اتعرر الرهائن؟ يلا 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 والي همنا تعالوا تعالوا يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مهم وصلنا تفضلوا 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 يا أهلا وسهلا اثبت مكانك اثبت يا سيادة العميدة يا سيادة العميدة على اتشاف meget مش انتم مش انتو ازا كانت هي جايبانا حرس وبوديجاردات فاحنا الحكومة ربنا يقدرنا ونفركش الجوازة دي التوفيق يا نور اتفضلوا مرسي نورتونا مرسي ازاي حضراتك اهلا ام العروسة شرف امام بسم الله ما شاء الله اهلا وسهلا اهلا بك اخوات شرف عدالة وامانة اكيد اخوات شرف حيبوا ايه لازم عدالة وامانة مرسية انت مدى وراونا اتفاق اتفاق ازاي كاملية اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا السيادة العميد مرطح مم اهلا وسهلا اهلا اهلا سعاد دياب العميدة نور عز الدين اهلا وسهلا اتفضلوا ازايك يا دكتور ازاق ستلاميتي موسيقى انا ما شفتش حضراتك قبل كده مادم سعاد اه مادم سعاد ما شفتكيش قبل كده جايز نكون تقابلنا في محل من محلاتي اه حقيقي احنا بنشتري كل الاجهزة بتاعتنا من عندكم بس احنا دي انا ما شفتكيش في اي حتة خالص ما تقابلناش طب والله دي حاجة كويسة يمكن نطلع معارفة ارزا LGBT حابerem اهلى اهو اي حبيبي اعمل deploy الحمدلله تمام اه العريس لستة واصل دلوقتي زي الامر يا رب بس ماما توافق عليه إزاي بقى لأ طبعاً لها فايدة كبيرة قوي لنا بص يا سيدي أولاً شرف دي أختيك كبيرة وماما كانت مزمزعها قوي إن هي تجاوز إخوتها الصغيرين قبلها ثانياً بقى لو العريز دي قدر يقنع ماما إن هي تتنزل عن بعض شروطها أنا حقف وقلبي جامد أيها طبعاً الحقيقة مدام نور يعني طلبات حضرتك غريبة شوية قزي يعني مش متعارف عليها في اتفاقيات الجواز لا إزاي متعارف عليها دي عادية جداً عندي تعمل حكم دار شرت على جوز بنته يعمل له خطاب ضمان بمليون جنيه ليه كانوا خدها تقصيت لا كاشا كاشا وعمتي شاملة هامل ما وفقتش على خطيب بنته لما عملت له محضر بعدم التعرض عدم التعرض؟ ما عملت لهش محضر استلام؟ لا لا أنا لو قعدت حكيت لك هنقعد لبكرة أنا دايماً بحب أكون صريحة من البداية؟ طبعاً الصراحة حاجة كويسة جداً ومش سيء قوي عليها هو بس الحقيقة فيه بندين في الاتفاقية دول اللي أنا وقفت عندهم البند الأول إن مكان الإقامة وبعد الجواز يعني متالي تحت بقى حاجة راجع لهم هم لو وفقوا إن هم يعودوا في الشقة اللي عند حضرتك هنا فوق دي حاجة كويسة خالص لو حبوا يعيشوا عندي في الفيلا حينوروني ويشرفوني لو اختاروا مكان تالت لا هنا ولا هنا هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه مكان تالت؟ لا 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 المواضيع دي مش عندنا خالص يا مادام سعاد أنا بنتي لازم تعيش جملي وده ما فهوش في صال مش عارف أشرحها لحضرتك إزاي يا مادام نور بعد الجواز هم حيبوا أحرار بنتك حتبقى تبع جوزها حرة في تصرفاتها ممكن يوافقوا إن هم يعودوا فعلاً في الشقة اللي عندك فوق وبعدين يمشوا وساعتها أنت مش هيبقى لك حكمة على بنتك لأن جوزها حكمه هو اللي حيمشي لا 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 حكمة إيه وبتاع إيه الاتفاقات والشروط هتتوسك في الشهر العقاري وبعدين أنا ضمنا بنتي ما بتحبش تعيش غير جنب أمها تهيقلك لا حضرتك اللي متهيقلك أنا سمعك يا علم فكرة سمعك مادام نور إحنا لسه مش بنتخانق وبعدين محدش هيضرابك على إيدك يعني لا هو قبل ده في بند تاني في الاتفاقية برضو أنا وقفت عنده والذي يا نص على وصل الأمانة اللي حضرتك عايزة ابني يكتبهولك بس أمانة إيه مادام نور وبكام يعني هو لو حبي يسيب بنتك في أي لحظة لأنه مش مرتاح أو مش مبسوط وطلب مني أي مبلغ مهما كان طبعا حديهوله بس حضرتك عارفة إن ما فيش أي فلوس في الدنيا تسوي خراب البيوت لا قدر الله خراب البيوت لا لا بعد الشر بعد الشر الحقيقة يا مادام سعاد أنت حكيمة وزوء أوي 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 أحرقتيني بزوءك أحرقتيني أحرقتيني بس أنا عمري ما بتنازل عن أي شرط من شروطي لكن احتمال وصل الأمانة نلغيه نعمل إيه؟ نعمل توكيل بالإدارة ليه؟ إيه؟ مش عارف أعمل لا خلاص 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 أنا عايزة أثبتلك اللي أنا شارية الدكتور ومقدرة أخلاقه قوي طيب الحمد لله على كل حال تعالي نعتبر إن النهاردة ده كده تعارف وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك شكرا وإن شاء الله يعني يا ريت لو تقبلوا دعوتنا إنهم تتشرفون يوم الجمعة عندنا في الفيل عشان نتغضى مع بعض ونتعرف على بعض أكتر لا الجمعة رايحة لقرافة تايش وتفتكري طب السبت أخباره إيه؟ السبت رايحة توكيل عربيتي بايزة شوية زبطها بنا يخلي لك العربية طب الحد؟ الحد بروح السجن لكن ممكن نبدله نروح السبت بعربيتك السبت الله بركة الله تفضلي يا أخو تفضلي يا طب مرسي يا روح تانت ناكل أنا مليش ولا إيه؟ تفضلي تفضلي يا شكرا تفضلي يا أخوة تفضلي يا أخوة تفضلي يا أخوة تفضلي يا أخوة